بعد وضع اللمسات الأخيرة على التحذيرات لتنظيم الدور الأول للانتخابات الرئاسية الماليون أو بالأحرى القادرون من الماليين يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد التي بقيت بدون رئيس منذ الإطاحة بالسابق قبل نحو عام ونصف العام هذه الانتخابات التي يتنفس فيها 27 مرشحا تأتي بعد 6 أشهر من التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب والذي ما زالت تداعيته قائمة إلى الآن الألاف على الأقل من المهجرين لم يحصلوا بعد على بطاقات الانتخاب ويؤكد رسميون في مالي عزوف مئات ألاف اللاجئين في المخيمات عن المشاركة في هذا الاستحقاق الذي يهدف إلى وضع البلاد مجددا وعاجلا على سكة الشرعية رغم إعلان رئيس اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات قبل أسابيع عدم توفر شروط إجرائها في موعدها المحدد ورغم انشغال الأمم المتحدة بهذا الشأن